اشتركوا في القناة اول باول والتلاخيس موجودة على الفيسبوك فامكانكم تخذوها عن طريق موقع مناصر اساس التعليمية وايضا عن طريق صفحتي على الفيسبوك طيب خلنا نحل السؤال الاول الفكرة الرئيسية من الدرس اذكر مصادر النفايات الصلبة الاجابة خامس مصادر شو هم نفايات صلبة منزلية عفوا نفايات صلبة منزلية نفايات صلبة صناعية وزراعية ونادمة من معالجة المياه العادمة وايضا الصلبة الطبية تمام طيب نجي على السؤال الثاني اقانن بين النفايات الصلبة المنزلية والنفايات الصلبة الصناعية من حيث مصدرها هاي واحد ومكوناتها النفايات الصلبة الصناعية والنفايات الصلبة المنزلية هنا أنا عندي المصدر ومكوناتها طبعا المنزلية حكينا عنك ثلاث منشآت المنشآة الأولى المنازل المطاعم الفنادق طبعا النفايات الصلبة الصناعية المصانع المنشآت الصناعية مكوناتها النفايات الصلبة المنزلية فضلات الطعام والورق والزجاج والكرتون وتكون غير متجانسة طبعا أما النفايات الصلبة الصناعية فعندي أنواعها مكوناتها إما تكون نفايات صلبة غير خطرة أو نفايات صلبة خطرة مثلا مثل الورق والابلاستيك هي غير خطرة أما الخطرة مثل اللي هو الرصاص الزئبق هي عناصر قابل للنقل السمية ومواد مشعة قابل للإستيعال تمام طيب أصنف النفايات الصلبة الآتي إلى مصادرها منزلية صناعية زراعية طبية يعني أنا عندي خمس مصادر وعندي مواد بدي أنا أنقلها بناء على كل وحدة بس ممكن يكون النفايات مشتركة مثل الزجاج مثل المطاط أنا عندي مطاط بالدار والله مطاط نتج من والله هاي المطاط الصغيرة نحن نتعامل معها هذا نفايات منزلية فممكن يكون هنا وهنا الزجاج ممكن يكون صناعي ممكن يكون منزلي تمام طيب مثلا فضلات الحيوانات عفوا مشارط عناصر سامة زجاج هاي المشارط عناصر سامة زجاج هاي من الخيارات طبعا عشان أنا هيك خربطت بين اللي هو التلوين فهاي كلها مواد بدي أنا صنفها عندنا نفايات منزلية صناعية زراعية طبية نفايات ناجمة عن معالجة المواد العادمة أو المياه العادمة طبعا عندي أدوات منتهت الصلاحية أدوات منتهت الصلاحية هاي بتكون بالأغلب على الأغلب منزلية ها ننضيفها هنا أدوات منتهية الصلاحية وممكن تكون بالطبية أدوات منتهية الصلاحية ديروا بالكم طلابنا فعنا بقايا الأعلاف بتروح على الزراعية هاي بقايا أعلاف المطات بتروح على الصناعية وممكن تكون بالمنزلية وممكن تكون مثلا الطبية أيضا مواد سريعة الاشتعال هاي صناعية هاي مواد سريعة الاشتعال والعطور هاي ممكن تكون منزلية وممكن تكون صناعية أيضا هاي أنا حاطها بالمكانين وبقايا طعام ممكن تكون طبية وممكن تكون منزلية بقايا طعام هاي بقايا بقايا طعام ديروا بالكم وأيضا أنا حاطها هنا الزجاج مثلا رح يكون مثلا صناعي ومنزلي فضلات الحيوانات رح تروح على الزراعية وبقايا الأعلاف أيضا رح يروح على الزراعية ومثلا المشارط هي طبية عناصر سامة راح تكون صناعية والزجاج زي ما ذكرنا في نقطة السؤال الرابع يجب التخلص من النفاية الصلبة المنزلية بشكل سريع لأنها حكينا وجود مواد عضوية فيها تتحلل بشكل سريع وبالتالي ينتج عنها يتحللها عصارة سمية عالية التركيز فإضافة أيضا لتصاعد روائح كريهة وتتسبب في تكاثر الحشرات والقوارد أكمل المخطط الآتي طبعا المخطط ما قدرنا نجيبلكم ولكن جبنا الكلمات التي تحتوي على هذا المخطط النفايات الصلبة الزراعية شو تعريفها؟ هذه تعريفها موجودة عندكم هي نفايات ناتجة من الأنشطة الزراعية ونفايات المسالخ والدواجن والناتجة من البيوت البلاستيكية وجيف الحيوانات وبقايا الأعلاف وأيضا أثرها السلبية على البيئة حكينا ينتج عن هذه النفايات الرائحة كريها وتلوث مصادر المياه القريبة منها وأيضا تؤثر على صحة الإنسان وخطورته أيضا في عنا اللي هو أمثلة منتمية وأمثلة غير منتمية من الأمثلة المنتمية على النفايات الصلبة الزراعية نفايات المسالخ فضلات الحيوانات ومياها المعاصر وغسل الخضروات عند اللي هو المعاصر لما يجي يغسل الزتون ويغسل مثلا محلات المصانع المصانع لما تغسل الفواكه والخضروات لإنتاجات أو المنتجات بالتالي رح ينتج عندها ماء هذا الماء خلاص صار عندنا مياه زراعية أمثلة غير منتمية على المياه الصلبة الزراعية اللي هي الحماءة غير موجودة في الزراعة تمام؟ طيب هيك تم بحمد الله الدرس الأول تخافوش فيه لسه عندنا تقريبا ثلاث دروس درس ثاني للوحدة هاي ودرسين للوحدة الثالثة إن شاء الله رب العالمين هيك خلصنا حل أسل الدرس الأول كونوا معاي على منصة أساس التعليمية وعلى قناة الأساس الخضرويس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة